في ظل أعمال العنف والحروب التي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا على مر التاريخ اختارت الأمم المتحدة تاريخ الثاني والعشرين من شهر آب ليكون اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف في شهر أيار عام 2019 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نظرا لتواصل هذه الأعمال ضد الأفراد في كل أرجاء العالم وتزايدها وكثافتها اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف التي تستهدف الأفراد مؤكدة إدانتها القاطعة لكافة أعمال وأساليب وممارسات العنف بجميع أشكاله ومظاهره أين مرتكبت وأيا كان مرتكبه وبصرف النظر عن دوافعه لكن اللافتة في الأمر أن يكون العراق أحد الدول التي قدمت مشروع القرار الذي اعتمد بالإجماع وهو البلد الذي لا تزال حقوق الإنسان تنتهك فيه بشكل صارخ على مرأة ومسمع العالم منذ سنين طويلة والذي اعتبر العنف ضد الأفراد أحد أعمدتها العراق منذ عام 2003 ونتيجة للممارسات الحكومية والميليشيوية يعيش وضعا أمنيا غاية في السوء استمر حتى هذا اليوم انتقدته واستنكرته الكثير من الدول والمنظمات الدولية والمحلية وقائع كثيرة حولت العراق إلى مستنقع يغص بالعنف وانتهاكات حقوق الإنسان حتى باتت هذه الغذاء اليومي للحكومات التي تعاقبت عليه وميليشياتها في العراق يحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد المغيبين قسرا على يد القوات الحكومية والميليشيات لأسباب كثيرة منها الانتقام والتغيير الديمغرافي والطائفية والابتزاج المالي ولا يعرف مصير هؤلاء المغيبين حتى اليوم ناهيك عن منع عشرات الآلاف من النازحين من قبل السلطات الحكومية والميليشيات حتى اليوم من العودة إلى بلداتهم وعمليات القتل والاعتقال التعسفية والضرب والترهيب التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون والمحامون والمسعفون والصحفيون منذ سنوات كل هذا جعل العراق ساحة كبيرة تغص بالعنف ضد الأفراد وضعف مساحة الارتياب لدى العراقيين بمصداقية وشرعية إحياءها كذا يوم اشتركوا في القناة